ايوه اجيب الحبر ده كده ايوه تمام كده بقي جاهز يا سنبا يا سنبا حلوه اول انت لابسه ده ايه رأيك بها يا ماما جميلة جدا البجامة دي يا سنبا ها لا ها اه يا خبر ايه البعض يا ماما اللي انتي كبتها علي دي بعض حبر يا ماما ده لسه كدد لنجي يا ماما مقلب يا سنبا ايه رأيك في المقلب الحلو ده مالب اي يا ماما انت بوصلي هدومي خالص لا ما تقلقش ده بيطلع بكل سهول طيب يا ماما روح حطه على طول في الجسالة حاضر يا ماما احطه كده ايوا وشجل الجسالة ادوسه على زرار التشغيل ايوا كده هو ايوا كده شجل يا رب يا رب التشيرت بتاعي انضف يا رب ايوا واو رجع نضيفه كويس جدا شكرا يا ماما العفل يا حبيبي ده كان مجرد مالب اجاهز دلوقتي مقلب العصير في سينبا علشان هو بيحب العصير جدا ايوا اجيب العصير كده كده المقلب بايه جاهل يا سينبا تعال اشرب العصير لب صحيح يا ماما جبتلي عصير النهارده ايوا جبتلك العصير اللي انت بتحبه تعال بقى اشربه حاضر يا ماما افتح الغطى كده ايه يا خبر الميا لتالع فاشي ده ايه الميا ده مقلب يا سينبا تاني مقلب فيك يا خبر هدوم اتغرقت وشعري جمان اتغرق روحي يا حبيبي اغير اجهز دلوقتي مالة بالاستشوار ايوه اجيب البودرة دي كده وحطها جوه الاستشوار ايوه كده المالة بيجهز اروح بقى نشف شعري احسن شعري من بالبل خالص ايوه كده كده يا خبر يا خبر اه اللي بيض لها ده اه العين يا ماما انجدين يا ماما معلش بقى يا سين بتعيش وتاخد غيرها يا خبر انا شعري كله بقى لونه ابيض اه 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 تعال علشان تخسله تعال معايا ايوه تعال تحت الحنفية كده ايوه تمام كده كيفية بقى مالب يا ماما نسيت خالص خلاص يا حبيبي اوعدك ما فيش مالب تالي دلوقتي هجاهز الغدل سين ايوه حلوة او الطبق ده اجيب بقى الصراصير كده احطها كده ايوه سرصار هنا كده وسرصار كده تسرصين لعبة بس شكلها زي الحقيقي بالظب يلا يا سينبا يا حبيبي تعال علشان تتغدى ايوه جحصت الاكل يا ماما ايوه يا حبيبي يلا علشان تتغدى اخيرا انا جعان جدا الاكل شكله يمي شكله يجوع قوي لما اكل كده بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده ايه ده السرصار ده سرصار سرصار كده في الاكل يا ماما الحقيقي يا ماما انجديني ماذا في ايه يا سنبا؟ لقى صراصيل كتير اوه في الاكل يا ماما؟ مقلب يا حبيبي دي صراصيل لعبة مش حقيقية ايه ده؟ شكلها زي الحقيقي جدا وشكلها مقرف او يا ماما لا يا حبيبي دي لعبة شايف؟ يا خبر شكلها يخوف بجد سنبا بيحب بيد الكندر جدا انا جبت بيدا حقيقية وحطها في الشوكولاتة ايوة البيدا اهي وحطها جوه الشوكولاتة واو بيقى شكلها زي بيدة الكندر بالظبط يا سنبا يا سنبا جبتلك بيدة الكندر اللي بتحبها كلها شوكولاتة لا يا ماما اكيد ده مقلب انا خلاص عرفت ان انت بتعملي فيها مقالب لا لا يا حبيبي دي بيدا حقيقية حتى شوف ايوة صح دي بيدة الكندر انا بحبها اوي لما كلها كده اوه يا خبر يا خبر ايه ده؟ دي بيدا حقيقية طعمها وحش اوي رحيتها وحش يا ماما خلاص يا حبيبي ما تزعلش. لا انا رايح اغسل ايدي. اغسل ايدي كده. خلاص يا حبيبي ما تزعلش مش هعمل فيك مقالب تاني. رايح فين كده يا سيمبا. انا هستعد يا ماما علشان هروح عد ميلاد صاحب فرافيلو. طيب يا حبيبي. البدلة بتحت الجميلة اهي. هروح بقى ادخل الحمام اخد دوش. عبال ما يطلخد لعبا يا سيمبا اجيب المقص كده. ايوة كده قصيت البدلة. واو. اما البس بقى بدلتي. ايه ده ايه ده ايه ده. البدلة بيه. اتعامنا كده ليه. كلها مقصاصة. معلش يا سيمبا مقلب. مقلب يا مقلب. يا خبر يا ماما كفاية بقى مقلب. هروح دلوقتي عد ميلاد فرافيلو ازاي. اتصرب بقى عندك بدل كتير قديم. ايوة جاتني فكرة حلوة قوي. ازايك يا فاريا صاحب. اهلا يا عم سيمبا. بيت انده لنا ليه. وعاوز مننا ايه. اصلا باباك طردنا من الغابة. عاوزكم علشان تعملوا مقلب في مامتي. عاوزكم تعودوا في المطبخ بتاع مامتي. وتخوفوها وتجري وراها. ليه كده ده الستة مو سيمبا طيبة ما نقدرش نعمل فيها كده. لا انا عاوز كده هدوكم فلوس كتير. علشان هي عمالة بتعمل فيها مقلب من الصباح. ماشي يا عم سيمبا انت بقى اللي هتتحمل النتائج. لما روح اجهز البتزة اكيد دلوقتي طابت. ايه الخربشة دي. اه امو سيمبا. فران فران في المطبخ يا فران. انتو دخلتو ازاي. اه حضي الحاني. فران في المطبخ يا فران في المطبخ يا. ما تخفيش يا ماما. ده مقلب فيك يا ماما. يا خبر يا سيمبا اخصى عليك. خضتني جدا. معلش بقى يا ماما زي ما حضرتك بتعملي فيها. عن اذنك بقى يا سيمبا احنا هنرجع مكاننا. اظن كده عملنا الواجب. اه متشاكر جدا يا صاحبي. فيه اللي بيحصل. انا سمحت اقل ايه ان في فران هنا في المطبخ. ايوة يا سيمبا ده سيمبا جاب لي فرع علشان يعمل فيها مقلب. لا يا حبيبي. ما ينفحش ترجع على الفران تاني احنا ما صدقنا انهم ما يمشوا عن الغابة. دول ازا واحنا ارتحنا منهم. معلش بقى يا بابا. علشان ماما شغالة اليوم كله النهاردة بتعمل فيها مقالب وانا سقت من المقالب اللي عملت اعملها فيها. معلش يا حبيبي. وانت يا امو سيمبا بلاش المقالب اللي بتعملها في سيمبا دي. معلش بقى. اصلا لعبت لعبة المعلمة الشريرة وعجبتني المقالب اللي فيها دي كلها. فاقلت اطبعها على سيمبا واعملها فيه واشوف رد فعله. اهو قلت نسلى شوية. لا يا ست ما ينفحش تسلى كده. المفروض تجيب له شوية حاجات كده مفيدة من المكتبة. روح هاتيلي شوية قصص كده تنمي خيالي. وهاتيلي شوية كراصات رسمي يرسم ويلون عبالم الأجازة تخلص. لحد بعد كده ما يرجع مدرسته. طيب يا بو سيمبا اونا السلة ازاي. السلة روح يشوفي مشاكل الحيوانات. الحيوانات كلها محتاجاك ومحتاجة ان هي تحل مشاكلها. ماشي برضو فكرة حلوة. انا جيت اهو يا حيوانات الغابة علشان احللكم مشاكلكم. كل اللي عنده مشكلة يقول هالي. بصراحة يا خالتو مسيمبا كل الحيوانات بيترياءوا علي وبيقولوا علي ان انا طويلة وهبلة. علشان انا زرافة مسكينة. لا يا حيوانات الغابة ما ينفحش ان احنا نتنمر على حد. ولا نتريق على حد ونقول ان هو طويل. والزرافة جميلة كده وربنا خلها بشكلها الحلو ده. وانا كمان الكلب البو بعمل بيقول عني ان انا سمينة وان انا المفروض اخس 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 ازاي دلوقتي يا خالتو مسيمبا. ممكن تتماشي كل يوم حوالين المزرع يا بقر لحد ما تخسي. طيب يا خالتو مسيمبا هاجرب ممكن تساعديني في كده. اكيد اكيد هساعدك هاجي كل يوم امشي معاك لحد ما تخسي. شكرا جدا يا خالتو مسيمبا. وانا كمان عندي مشكلة يا خالتو مسيمبا. اهيه فلافيلو زعلان ليه؟ بابا يعمل بيقولي عني ان انا كسلان جدا ومش بقوم من مكاني. عاصلا بصراحة كده قاعد قدام التلفزيون على طول مش بتحرك من مكاني. لا يا حبيبي انت لسه صغير ولازم تبقى نشيط وكمان تساعد باباك ومامتك علشان يحبوك. وانت كمان تتحرك احسا ما تقعد كده قدام التلفزيون وكمان تغير جابك.